من نبض أرض أنبتت تاريخ المجد والكرامة من تاريخ ثورة صنعت في الأفق قصة الشهامة هنا الأردن وهنا من جوهرة الشعر ترنمت فيروز بتاريخ مملكة وترنم الشعراء والفرسان وافتخرت قبائل العرب المجيدة سيرة ومقامة من أي أهل أنت قالت من الأولى رفضوا ولم تغمد بكفهم الشبع وذلك نهج القدامة حين لمع بريق السيف وصار بين الشعوب مرجعا للبسالة واليوم تردد كلمات الفخار والفرح بعرس أردن حبيب بعيد استقلاله السادس والسبعين الذي زف بشراه الملك المؤسس عبد الله الأول ابن قائد الثورة العربية الكبرى الشريف الحسين بن علي إلى أن قال الهاشميون كلمتهم فأصبحت المملكة الأردنية الهاشمية إعلان نطق به مجلس النواب الأردني ليصبح الأمير عبد الله الأول ملكا على البلاد منهيا عهد الانتداب البريطاني هكذا يكون التاريخ مشرفا مزينا بسيرة الأولين مستمرا بشموخ الأردنيين قيادة وجيشا وشعب وطن يزين بالراية الأردنية عمان عاصمة العرب فصار الأردن رمزا بين الأمم بعقل مدبر نشر في العالم أجمع معنى المحبة والسلام الملك الإنسان الحسين بن طلال طيب الله طراءه ليستمر في حمل الراية خفاقة عالية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم سليل الدوحة الهاشمية عنوان الدبلوماسية الذي نقل الأردن إلى مرتبة متقدمة في أروقة العالم العربي والغربي الملك الذي ولث من أبيه الراحل تواضعا وصدقا وإنسانية فأصبح الطاولة الأردن حاضنة للشقيق والصديق فنظر إليه العالم بقادته ومؤسساته نظرة القدوة إذ صنع طريقا ليكون زعيما عربيا لا يرضى إلا أن يكون شعبه أمته بخير رغم كل الظروف والصعاب مشى على شوك الظروف التي عصفت بالعالم أجمع إلا أنه نطق بكلمة الدعم والجهزية في العراق كانت كلمته مبدأ قول وعمل ونهج يرسم صورة الأردنيين في سماء العرب والعالم إذن هنا الأردن لم ينتهي حديث الفخر لطالما يقوده ملك شجاع إنسان وفيه جيش مقدام وشعب تاريخه العريق بقبائله وكرمه ونهجه العربي الأصيل فحق له أن يفرح بمليكه ووطنه وحق للعراق والعالم أن يعلنوا هنيئا بعيد استقلال الشقيق الأردني فكل عام والأردن أرض الكبرياء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة